تطلعات كبيرة ينتظرها المواطنون من الحكومة الجديدة في إطار العمل بالقطاعات المتعلقة بالشباب يأتي ذلك في ظل مواصلة الدولة العمل على إتاحة فرص المشاركة السياسية للشباب وتوفير المزيد من فرص العمل لتمكنهم سياسيا واقتصاديا باعتبار أن الشباب هم شركاء اليوم وقادة الغد تسعى الحكومة الجديدة لإتاحة مشاركة الشباب في العمل السياسي بشكل فعال فضلا عن العمل على توفير فرص عمل لائقة لهم مع التخفيف من نسب البطالة في هذا الإطار تستهدف الحكومة تنفيذ 303 برامج ومبادرات شبابية ورياضية في عام 2026-2027 حيث من المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد الشباب المستفيدين من هذه البرامج 14 مليون وستمات ألف شاب ولتحقيق ذلك تسعى الحكومة على تنفيذ ثلاثة برامج فرعية هي برنامج تعزيز انخراط الشباب وإشراكهم في العمل المجتمعي والسياسي وبرنامج تمكين الشباب اقتصاديا بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية فيما يخص البرنامج الفرعي الأول تستهدف الحكومة توسيع مشاركة الشباب باعتباره شريكا رئيسيا في برامج التنمية والتحديث وترسيخ قيم المواطنة والانتماء لدى الشباب واكتشاف وتنمية المواهب الإبداعية من خلال تحفيز الشباب والنشأ على المشاركة المجتمعية في الأنشطة أما بالنسبة للبرنامج الفرعي الثاني وهو تمكين الشباب اقتصاديا فتستهدف الحكومة زيادة التمويل المخصص لمشروعات الشباب ومساندته في الحصول على فرصة العمل من خلال إطلاق برنامج للتوجيه المهني والتدريب مقرون بالتوظيف المباشر وبرامج تنمية مهارات الانتقال لسوق العمل بالنسبة للبرنامج الفرعي الثالث الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية ترتكز رؤية الحكومة ومستهدفاتها خلال الفترة القادمة على الاستمرار في إطلاق المبادرات التوعوية على غرار المبادرة الرئاسية مراكب النجاح فضلا عن متابعة تنفيذ مشروع التنمية المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي وتأهيل وتشغيل الشباب أما فيما يخص الاستثمارات الموجهة للشباب فقد خصصت الحكومة ثمانية مليارات جنيه هي إجمالي تكلفة تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بالشباب والرياضة بحلول عام 2026-2027 وهكذا تعمل الدولة على الاستغلال الأمثل لطاقات الشباب من خلال العمل على الارتقاء بالمستوى الصحي والنفسي والبدني للشباب والنشأ فضلا عن خلق مجتمع رياضي عن طريق ممارسة الرياضة وتوفير الدعم المتكامل للأبطال الرياضيين